السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنى انك بتتفرج على النصيحة دي يبقى انت تفرجت على النصيحة اللي فاتت وعجبتك وانت بقى ايه يعني مشرفني كده ومكمل معي. ودي حاجة تسعيدني جدا. النهاردة النصيحة بتاعتي نصيحة اخلاقية اكتر منها نصيحة تعليمية. عايز احكي لكم عن نظام تعليمي كان في مصر. اسمه الامريكان الساد. النظام ده كان نظام مستقر. كان بينفع لبعض الطلباء. مش هنقول لي يعني لكل الناس. وكان التكلفته عالية شوية. انا بقول كان كان كان. ليه بقول كان? لان الموضوع كان مستقر لحد ما ظهر طائفة من المدرسين الله يسامحهم ويهديهم. بدأوا يدعبسوا لحد ما لقوا سكة يصربوا بيها الامتحانات دي. فبدأت التسريبات. وبدأ اولياء الامور والطلبة يمشوا ورا المدرسين دولة ويدفعوا فلوس كتير عشان ياخدوا الاجابات ويخش ويجيبوا درجات عالية. الموضوع عدى مرة واتنين. بس الناس المسؤولة بره بقى عن النظام ده لما بيخش يبص على المعلومات بتاعة مصر ويلاقيها ان هي كتير قوي عالية. عالية زيادة عن اللزوم. يبدأ يقول الموضوع ده في انا فيعمله ايه? يلغوا الترايل كلها. يلغوا المحاولة كلها. المحاولة دي بيدفع فيها فلوس. والمحاولة دي قبلها بيكون كرسات ودروس ومجهود. فبدأت المصيبة. بدأ السوق يزداد. السوق السودة دي تزداد. وبدأت الترايلز تتليغي كتير. مش قادر اقول لكم كمية الفلوس اللي راحت في الارض. كمية الناس اللي تعبت وعيت ودخلت المستشفى نتيجة ان هي شايفة ولادها وتعب ولادها راح في الهواء. كمية ولاد جالهم احباط نتيجة المجهود اللي عملناه كل شهور اللي فاتت دي. وفي الاخر الناس اللي مش نظيفة دي تضيع كل المجهود وكل الفلوس اللي اتدفعت دي عشان خاطر مطامع شخصية. لحد ما جي الوقت اللي مش بس كانوا بيلغوا الترايل بتاع مصر. ده يلغوا الترايل بتاع مصر وبتاع السعودية وبتاع الكويت وبتاع مش عارف ايه. الموضوع عمال ينتشر. واسماء المدرسين اللي بتصرب بقت يعني نارة على علم. لحد ما للأسف اه يعني الامريكان المسؤولين عن النظام ده قرروا ان هم يلغوا نظام السات من مصر اساسا. خلاص. حانطناكوا في البلاك لست لحد ما الامور عندكم تتحسن. والمدرسين عندكم يبقى عندهم ضمير ويبطلوا تسريبات. وظهر بقى مكان ونظام تاني موازي في مصر اسمه الاستي لسه ما استقرش قوي والامور مش متضبطة يعني ربنا سهل كده والامور تعدي يعني. ولكن دي حكاية انا قلت احكيها لكم عشان خاطر تبقوا عارفين. ان اللي شارك في موضوع الغش والتسريبات ده ده بيفسد في الارض والله. والله العظيم فساد في الارض وفساد كبير كمان. بتضيعوا طموحات ناس وبتضيعوا اموال اولياء امور انفقت في الدروس وبتدمروا الدنيا وبتحطوا بلدكو في وضع مش مظبوط. وفي الاخر هنقف قدام ربنا كلنا ونتسقل. فانا الكلام ده مش موجهه للمدارسين اللي بيصربوا. ده انا موجهه للطلبة اللي فاكرين نفسهم شاطرين ان هم يمشوا ورا المجميع على التليجرام ورا المجميع على الواتساب اللي هي بتوعل ان احنا هنصرب الامتحانات بتاعة السنوية عامة وكل حاجة عندنا وتعالى وخط كلمة السر وهات اتنين صحابك عشان ندخلك وكل الحاجات اللي بتحصل انشغل بالينفاعك واعد ذاكرلك كلمتين واعرف ان اللي بييجي من الحرام عمر ما ربنا يبارك فيه حتى لو دخلت كل اللي بتعيزها بالغش وبقت تكسب ملايين والله العبرة بالبركة مش العبرة بالارقام ولا بالملايين ما تبدأش حياتك بغلط وابتعد عن الافساد في الارض والمشاركة في الجريمة دي جريمة والله الموضوع التسريبات بس حبيت يعني احكي لكم قصة السات اللي راح واتمنى ان احنا نتطاعز منه ولو لقيت النصيحة دي مفيدة مفيش مشكلة انك تشارك بها غيرك يعني واسه كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة